وكأن سكان بنغازي لم تكفيهم مشكلة قطاعات الكهرباء المستمرة فأضيفت لها الحرائق التي تهدد حياة المواطنين إن ليس بها مباشرة فبالدخان الصادر عنها آخرها حريق بمحطة طريق المطار تسبب بإطفاء العديد من المناطق في المدينة يقول أحد الموظفين في الشركة العامة للكهرباء إن سبب نشوب الحريق في محطة طريق المطار كان بسبب رمي القمامة بجانبها فرق الصيانة بإدارة شبكات الجهد المتوسط بدأت باختبار الكوابل المتضررة وشحن وتوصيل الأحمال المفصولة وصيانتها وحصر كل الأضرار الناجمة عن الحريق نشوب الحرائق في المحطات الكهربائية لم يكن حسرا على بنغازي ففي اليومين السابقين مثلا نشب حريق في محطة جلال عبدالصمد التابعة لدائرة توزيع السراج وتسببا بإطلاف عدد كبير من الخلايا والمحاولات ما أدى لانقطاع في الكهرباء عن العاصمة أيضا ورغم مشكلة الكهرباء وغيابها المتكرر عن جل مدن ليبيا لا يزال بعض المواطنين مصرين على رمي القمامة في غير أماكنها دون الانتباه للأخطار التي من الممكن أن تودي بحياة المواطنين ومنها مرض السرطان الذي من المعروف أن استنشاق دخان الحرائق أحد أسبابه الرئيسة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر